شوفوا باقول لكم سالفة ركزوا يا اي فيها دايما لما تشوف فيه توجه رايح هني لازم فيه تساؤلات شي الموضوع شاير انا قبل اربعة ايام خمسة ايام بتويتر كنت اشوف اسم قاعد يعني يتداول مهل عسعوسي مهل عسعوسي طق وهذا يطق وهذا يتكلم وهذا يكتب اكاونتات وهمية منو مهل عسعوسي شنو موضوع الكهرباء والماء ولها مدري شنو كذا سألتم واحد من الاخوان في وزار الكهرباء قال والله ما ادري صالح جمع قال هذي الوكيل المساعد شنو اللبنية شمسوية صايرة مشكلة عندكم ليش تعقينها بتويتر اش صاير والله فلان قال ما ادري واحد يقول فيه امر وفيه واحد يقول مش عارب ايش زين مسوية شي مفنشة احد طاردة احد قالوا لي هنا هي الوكيل المساعد لمركز الرغابة قلت حلو ايش حقي انا معول راسي يا خبر بفلوس باش ربناش هذا الكلام قبل اربعة ايام اليوم وانا في تويتر قبل شوي قبل الحلقة ولا معالي وزير الكهرباء والماء الدكتور خارد الفاضل مغرد شو مغرد تسلمت يوم الخميس تاريخ 11 يونيو تقريرا من الاسم اللي انا قاعد يقول لكم يا توبة المهندسة مهل عسعوسي الوكيل المساعد لمركز المراقبة والتحكم والرغابة بوزارة كهرباء والماء دكتور خارد شنو استلمت استلمت تقرير يحتوي على شبهات تجاوزت وتعدي على المال العام وعلي تجاوزات وتعدي على المال العام وعلي شكلت اليوم الاحد لجنة لتقص الحقاق على ان ترفع تقريرها خلال اربعة ايام ونتبع كافة الاجراءات القانونية اثاري الموضوع طقي اليوم قاعد يطقون والله انا ما اعرف منهم اهل عسعوسي بس من بالله انا ما ادري منهم اهل عسعوسي بس انا اطالع بالليل اطالع تويتر سألت اثاري كل هالطق الي قاعد يصير على مهل عسعوسي اطلعت مهل عسعوسي ايهي الوكيل المساعد لمركز المراقبة مو كلامي هاي تقريدة الوزير هذا الدكتور خالق الفاضل هذا وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة هيقول تسلم تقرير من المهندس المهل عسعوسي الوكيل المساعد لمركز المراقبة والتحكم والرقابة في مزارة الكهرباء والماء يحتوي على شبهات تجاوزات وتعدي على المال العام حلو اذا البنية قاعد تشتغل وطلعت تقرير من عندها اكيد فيه اسامي وفيه شبهات وهذه الناس ما تابع هذا التقرير يمشي فطق بتويتر فهذه اليوم لا نتعلمونها لما تشوف طق بتويتر مو شرط ان الانسان غلطان قد يكون انسان حقاني ووصل تقرير وبناء عليه المعالي الوزير شكل اليوم للاحد شكل لجنة تقصحها لان ترتفع تقريرها خلال اربعة ايام يعني اسبوع الياي راح يكون التقرير جاهز امام الوزير انا اقول كلمة حق الوزير والاخ الدكتور خارد الفاضل اولا قواك الله ويعطيك العافية وهذا الجهل جبار وانا اتمنى وانا ادري انك انت شفاف من بداية الازمة وانا اتمنى ان بعد اربعة ايام ايضا نشوف تغريدة لك بقرار اللجنة شنو اللي طلع فيها وانا اتمنى تحولهم كلهم النيابة اذا كان فيه هناك تجاوزات فانا احييك صراحة على هذا القرار الجريء وقواك الله يا دكتور خالد الفاضل وانا اقول حق الاستاذة مهل عسعوسي ما يجز شريح لا تزعلين لما يكتبون عليك في تويتر لا تزعلين مفروض انت اليوم تطلعين رافع راسك مفتخرة اليوم ليش قاعد نقول نتشمها لاني رفاع تقرير مدناس متجاوزة على المال العام خليطيقون ما يهمك بالعكس هذا اليوم انت من بنات القويت اللي احنا بالعكس نفخر بانا اليوم عندنا بنات وشباب يشتغلون بهذه الروح واي مسؤول اليوم وهذه نصيحة اي مسؤول اليوم في اي دوام في اي مكان قاعد يحاول يتجاوز على المال العام قاعد ارفع تقريرك لا تخاف انت بالكويت ليش خايف ارفع انت في وزارة ارفع مرة ومرتين وثلاثة واربعة اليوم كثرة الدق يفق الانحام هذه اليوم مرة ومرتين وثلاثة يطلع تجاوزات والوعد وياكم متى يوم اليمعة يوم السبت موجودين حين برنامج شغال ان شاء الله موجودين اياكم نحط تغريدة الوزير ونشوف قواك الله يا دكتور خارد الفاضل مشكور لجهدك قواك الله الاستاذة مهة العسعوسي واتمنى هذا النهج اشوفه كل يوم بكل حلقة حقني تغريدتين محاولين هذينة ومحاولين هذينة ومحاولين هذينة تعبنا يا عمي والله تعبنا هذا الكلام اللي احنا قلناه وانا الكلام اقوله عن طريق فقاله رئيس الوزراء قبل شم يوم ما اجتماعه معه الاخوان في الصحف رؤساء الصحف قال لن يفلت اي شخص تجاوز على الحق العام منها هذه توجيهات سامية فانتو اليوم عندكم توجه من رئيس الوزراء انت يا الوزير قواك الله يعطيك العافية والوكلة يعطيكم العافية واضرب من يد من حديد عطنا الفاصل